أهلا بكم من جديد مع تكرار الكذب بيفقد الناس القدرة على التمييز ما بين الكذب والأخبار الصحيحة وما بين الأخبار الملفقة دي جملة شهيرة جدا موجودة في استراتيجيات النيوزلاتر إيه النيوزلاتر؟ إحنا بنشوف شائعات وبنشوف أخبار غير صحيحة ومنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي هنلاقي بقى رؤية جديدة ظهرت بيتم تنفذها من خلال نشرة الرادار النيوزلاتر واللي هدفها أنها تتحقق من صحة المحتوى الإعلامي صحيح يعني عايزة أقول برضو أن النشرة دي بيتم طرحها وبتكون متاحة بشكل مجاني للجميع عشان تواجه أي خلل معلوماتي كمان أيضا لها هدف تاني هدفها هو موجهة الشائعات التصد لها بشكل معلوماتي أكاديمي موثق هدفها أنها تكشف هذه الأكاذيب هدفها أيضا أنها تساعد الصحفيين وتساعد المدونين وتزودهم بأهم المقالات والأبحاث والشخصيات البارزة أيضا في هذا المجال وهو مجال التحقق من المعلومة الأمانة أو أمانة النقل تعتبر ربما أهم حاجة موجودة في هذه النشرة مش عارفنا نهارنا أستاذ أحمد عاطف مدير تحرير الدستور وأيضا المسؤول عن نشرة رادار نيوزلتر نتعرف على التجربة الصحفية دي إزاي نقدر نواجه بيها كم الشائعات اللي بيواجه الدولة المصرية أهلا بحاجة أستاذ الفكرة رادار نيوزلتر اسم لافت للنظر قوي رادار يمكن أنا عشان كنت أنا بشتهل محرع عسكري فيعني مشدود شوية للمصطلحات العسكرية ولا إنها بتغطي كل القطاعات فرادار جاي إن الرادار إنها ما بتسيبش حاجة مش موجودة قدامها بتقدر تلقطها كلها إحنا فكرنا في النشرة بتاعت رادار نيوزلتر في البداية من خلال أزمة كورونا لما بدأت فيه شائعات كبيرة جدا وقوية جدا وقدت أن تقتل الناس يعني لما تلاقي بسطاته ومنشوراته أخبار بتكلم عن فيه أدوية هي دي بتاعلك كورونا لا ده روحوا أصحابه مش عارف ده زين كده مش عارف إيه فبقت فيه ناس كتير اتضرت وفيه ناس كان بتاخد العلاج ده ما بقاش موجود بسبب الشائعات اللي موجودة فمن هنا كان بداية إصدار النشرة بتاعتنا إحنا قررنا نطلع عن النشرة بتاعت رادار نيوزلتر علشان نعمل تحقق من المحتوى الإعلامي اللي موجود على السوشيال ميديا في منطقة العربية النشرة بتاعتنا هي موجهة لعدد كبير جدا من الناس الصحفيين المدونين رواد السوشيال ميديا يعني مش بس صحفي ومدون كمان الشخص عادي على السوشيال ميديا إزاي يعرف يتأكد الخبر ده أو الصورة دي أو الفيديو دي صحة أو خطأ مضللة ولا صحيحة من خلال مجموعة من الأدوات يعني إحنا بندوله أدوات ونزوله أدوات وطرق وأبليكيشنز إزاي يقدر يعرف الفيديو ده مفابرك ولا صحيح أنت بتعلم كمان آه أنا تعلمت الدراست كتير في حاجات كتير لا يعني بتعلم الصحفيين المدونين القصة مش بس بتقدم مش بس بعمل لقصة ما أو لحادثة ما أو وقعة ما أنا كمان بعلم أنا هدفي أصلا أن أنا أساعد زميلي أن هم يتدربوا على هذا النوع لأن يتحقق حاجتين يتحقق ما قبل النشر وما بعد النشر ما بعد النشر ده أنا بتعامل معاه اللي هو كذبة بجيبها ويقول أصلها إيه ودي مبتورة ولا دي قديمة ولا دي معطة دويرها ولا دي مكتزئة ولا يبالزبط قبل النشر اللي هي في الصحف اللي هو قبل ما يطلع تقرير أو خبر أو حاجة بيبقى فيه مدقق أو مدقق معلومات هو يبراجع المعلومات دي ممتورة ما عليش يعني النهار ده مثلا ظهر فيديو قالك حد في جامع بيلعب كورة صحيح تمام ده حصل صحيح والجامع شكله مصري جدا والراجل شكله مصري والطلاب ولا عرفت إزاي بتعرف تخش إزاي ودخل ده على الإنترنت خلينا أقول لك الأول أن الموضوع بيبدأ يعني مهما أقول دولتي أدوات تكنولوجية أنا بستعمل لكن مهما حصل من أدوات تكنولوجية ما فيش أداة سحرية قد للشك والعقل أنك تشوف الفيديو ده بعقلك الأول وتركز فيه كويس قوي كنت لها علامة تحس إن الفيديو ده مثلا في العرق في دولة عربية ما في دولة أجنبية الهم من ده الأدوات بتاعيتنا أنا مثلا خدت الفيديو الفيديو ده مبطور مفابرك مضلل أي حاجة باخد منه فريم باخد منه صورة واضحة لمعالم المكان وبدخلها على أدوات بحس سكرينشوت آه بدخلها على أدوات بحس عكسي زي تني آي وزي جوجل وزي حاجات زي كده بيدين الصورة دي تطلع لك موجودة أصلا بيقول الصورة دي اتنشرت أول مرة إمتى اتنشرت أول مرة إمتى إمتى طيب بتلاقي المكان والزمان ومن أي دولة وتوقيتها كان إيه والواقعة بتاعتها إيه حراك فهمني فإنت من خلالها تقدر تتحقق من الموضوع ده جوجل إيميج ده جوجل إيميج أو تني آي أو فيك أكتر من أداة هولز إحنا بنوفرها في النشرة بس جوجل إيميج مش شغال في مصر لا لا جوجل إيميج مش شغال في السرش البحس العكسي موجودة تقدر تعمل أتاتش لأي صورة تخدتها أو أي حاجة ومن خلالها هيعمل لك بحس عكسي ووصلك بأول نشر الصورة دي تنشرت فين وإمتى وإزاي وليه ولو ما كانش لها انت بتحاول معها بحاجات تانية انت عندك بالده جوجل جوجل إيرث بتقدر من خلالها تقدر تصور الأقمال الصناعية تتأكد إن المكان ده حقيقي موجود أصلا ولا مش موجود يعني مثلا حينا ممكن نتكلم عن فتاة الشرقية يعني الحالة الوقعة بتاعة الشرقية بتاعة العربية اللي قاله إنها وقعت في الترعة والبنت نزلت نقزتهم كانت شيئا مشهور جدا والدنيا قالت ده والدنيا تقلبت والجرائد خديتها وكل كل كلام عملت حاجات مستحيحة وللأسف الوقع ملفقة بالكامل ومضللة بالكامل وانتشرت انتشار النار في الهجل وناس من أصحاب يعني الحسابات الفيسبوك العلامات الزرقاء نقلت الموضوع واعتبروا ده بقى إيه يعني دول الفريفكيشن يعني علامة زرد موسق فتمام لكن بعد كده اكتشفت أنا اكتشفت موضوع إزاي اكتشفت موضوع إزاي إن أنا أولا جبت الأخبار في اليوم ده كل الأخبار الحوادثة الموجودة في اليوم ده ما لقيتش ولا حادثة بتتكلم ولا نقدة تكلمت ولا بلاغ تتكلم عن وقع بالشكل ده ثانيا جبت كمان المكان على اللوكيشن على جوجل جوجل إيرس ما لقيتش المكان ده ما كانتش في حاجة أصلا مش ظهر في أي حاجة كمان كلمت بشكل واقعي كلمت كمان مصدر هناك مسؤول في محفظة الشرقية نفالي الموضوع بالمر فمش كل حاجة نجرى من الأول حكمت العقل ابتديت تشوف طب خلينا كده نبتدي من أساس الشغل هنا في مصطرحات شائعة جدا بتقول في ناس قائمة أو الهدف من الحاجات إن هي تعمل نفي للأخبار الكاذبة أصلا ما فيش حاجة اسمها أخبار كاذبة صحيح هل إحنا لما بقينا ندخل المصطرحات في بعض ونقول أخبار كاذبة على الأخبار المفبركة بقينا بنعمل ميكس كده والناس بتتلغبط وبقينا بنبقى الموضوع سايح هو الموضوع ضبط مصطلحات يعني ما فيش حاجة اسمها خبر كاذب فيه خبر مضلل ضلله اللي عمله عشان يضلل بيء الجمهور إنما مش هيجذب على الناس إنما فيه خبر ضلله أو فابريكه علشان يقدر يضلل بيء أو الفابريك الجمهور كمان حتى تدقيق الحقائق فيه مصطلح شهير يعني فاكت شيكينج برا تدقيق الحقائق الحقائق لا تحتاج إلى تأكيد لما تدقيق المعلومات المعلومات هي التي تحتاج إلى تأكيد بسواء بنفيها أو بصحتها ما فيش خبر كاذب ولكن فيه خبر مضلل دا اللي قاله أستاذ أحمد عاطف مدير تحرير الدستور المسؤول أيضا عن نشرة رادار نيوزليتر هدف صفحته أو هدف النشرة اللي بيعملها هو يواجه كل الشائعات اللي بتطلع وتبقى ترند ونقعد نشيرها وننشورها وإحنا مش عارفين بتلاقي فيديو طالع في الهند طالع في باكستان وإحنا بنقول دي حاجة حصلت في مصر ونؤكد على أن هو كده وهو فعلا مش كده شكرا ليك وشكرا لمصدقيتك في نقل الخبر وأمنتك أيضا شكرا جسيلا نورتنا وشرفتنا أهلا وسهلا بحضرتك